ونحن نتمنى عن طريقكم الله يسلمك ويوصل صوتنا للجهات المختصة رسالتك توصل إلى مكتب الإعلامي لوزير الزراعة وإلى دائرة الوقاية مباشرة نحن بالنسبة لنا نحتاج أولا دعم الأسمدة صفر بالنسبة لنا الفلاح يعني دياخذ الطن بالسوق السوداء الداب ونوعيات رديئة مو جيدة يعني وصل تقريبا حتى إلى مليون وثمانمئة ألف دينار في فتر نعم نعم ورجع يعني هسه أنا واحد من الناس ما أخذ الداب سعره مليون وثلاثمئة ألف دينار مزيان هنه كلها طن عشرين كيس كيمياوي إذا أريد أذفها بمساحة ما تكفي إلى مئة متر يعني في مية نحن العراضي تعبت يعني مزروع أصالة عشر وخمسة عشر سنة تعبت يعني تريد تسميت قوي نعم نعم والمبيدات المبيدات والله أسعارها أيضا باهظة شون تشتروها المبيدات المبيدات يعني تدي شركات هي وأكو يعني خلي نقول رموز بالنسبة لهذه المبيدات نعم نحن كفلح الرموز هذه شغلات علمية نحن 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 قسطة يعني ما نعرف لازم أكون واحد متخصص نحن نروح للمكاتب يابا عندنا إفلان أمراض بلبساتين يخصص لك المهندس المختص مثلا بالمكتب الزراعي لسه عندهم قانون جديد لازم أي مكتب زراعي لازم أكون بي مهندس نعم شون الصيدة لي هذا يفيدكم أكيد هو استشارة يعني مهندس هو اختصاص كيميائي يعرف أكيد هذه المبيدات هالسنة موسم العنب اشياء هنا والله موسم العنب بالإصحاب أردأ موسم السنة أردأ موسم أردأ موسم يعني أسوأ موسم أنت شايفة بعينك نعم أسوأ كميات أو الجودة لا لا الكمية كمية وجودة سينات سينات كمية وجودة قلت لك يعني من 20 فلاح الله سلم فلاح مثلا بستانة نجا من الأمراض من الأمراض صارتكم مشكلة الأمطار الأخيرة الأمطار الأخيرة يعني حرقة صارت ويا موسم الحصاد نعم حرقة البساطين حرارية يسحوله اللفحة الحرارية